في الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الموصل المدينة التي تعرف عراقيا بمدينة الضباط تطالب بأن تكون المؤسسة العسكرية الحامل وحيد لأرض البلاد وسمائه وحدوده وطرد الخارجين عن القانون وحملة السلاح المنفلت الذين عبثوا بأمن الموصل سيما بعد أن استقوا على الدولة ومؤسساتها ومحافظة نينة وتعتبر معقل لكثير من ضباط الجيش العراقي والذين سطروا ملاحن بطولية يشهد لها الأعداء قبل الأصدقاء لكن بصراحة منذ سنوات لا نقول أقل من عشر سنوات أصبحت محافظة نينة وتحت هيمنة كثير من الفصائل المسلحة والجهات السياسية التي تعبث بمحافظة نينة وبتراثها وبتاريخها وبكل مقدراتها وهذا أمر مستغرب ورغم ما قدمه خلال مسيرته الحافلة بالعطاء إلا أن الجيش العراقي تعرض وما يزال يتعرض لتدخلات سياسية وحزبية ضيقة أضرت بعقيدته العسكرية ونظامه الإداري وهو ما رفع دعوات من ضباط سابقين بضرورة إيلاء هذه المؤسسة اهتماما أكبر بخطوات تبدأ من استعادة هيبته أكو دولة وأكو بوابط وأكو التزام وأكو قانون أنا خارج عن القانون خارج عن الضبط ضبط الدولة يفترض أن أتحاسب ويكل مكان أما ما الانفلات هذا حالة غير صحيحة يعني الدولة تتحمل الدولة قيادة الدولة رئيس الوزراء رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة افترض أن ينتبه أو عنده استشاريين عسكريين يذكروا بحالات معينة يوجه في حالة يؤمر وكانت رئاسة الوزراء قد تعهدت في حلول الذكرى الثالثة بعد المياه لتأسيس الجيش العراقي تعهدت بإيلائها اهتماما أكبر من حيث التسليح والتنظيم والتجهيز حتى يصل إلى مستويات عالية أمام جيوش العالم عماد علي والنيوز الموصل